والنهاردة الحلقة بتاعتنا باحتفال عيد الام كل سنة وكل ام طيبة وبخير يا رب ان شاء الله ان شاء الله يبقى رمضان كريم واحنا كده في ايام مفترجة كمان نحتفل بعيد الام واحتفالات عيد الام وابسط حاجة نقدمها النهاردة كان معينا الاستاذ علي السيد صاحب براند سويت ستارز طبعا معي النهاردة واننورني وقال لي انا هشترك معاك النهاردة في المناسبة الحلوة دي لكل ام ان شاء الله تبقى معينا وطبعا اختياري للبراند واختياري الاستاذ علي ما كانش اختيار عادي لان احنا عندنا كصة كده من ورا البراند ده هنقولها مع بعض واحنا شغالين طبعا احنا عارفين ان كل ست مصرية وراها كصة حلوة هنشوف النهاردة رحل باستاذ علي ونشوف هيقولينا ايه على الكصة اللي احنا بنقول عليها بالنسبة للام وكمان هنعمل حاجات حلوة او مع بعض هنشوف هو بيعمل ايه في رمضان وبيقدم لنا اطباق شكلها ايه وهنشوف الاطباق اللي هو هيقدمها لنا عبارة عن ايه طيب هو جايب لنا حاجات كتيرة اوي واساسياتها الكنافة اللي هي بتاعة رمضان طيب رمضان ده عبارة عن ايه بيبقى كنافة كنافة بالاشتا كنافة معانا بالنوتيلا معانا كمان سوابع زينج ومعانا الحاجات الحلوة اللي بنعملها في رمضان حتى البزبوسة حتى القطايف كل حاجة موجودة في رمضان النهاردة معانا في السويت ستارز هيقدمها لنا بطريقة حلوة قوي طيب البراند ده وراه كسة ايه وراه كسة ام مكافحة جميلة كاب الكافحية وبابا استاذ علي كانوا بيعملوا مع بعض حلويات وعملوا البراند ده وطبعا استاذ علي تورس بقى من خلال الموضوع ده المهنة الجميلة دي وبقى لهم فترة طويلة فوق ال 45 سنة واحنا بنقدم البراند الحلو ده اهلا بيك لناورنا والحاجات الحلوة اللي انت جايبها ومقدمها دي احنا عايزين نعرف ست الحبايب كستها ايه في الحوار ده هي قصة كلها ان والدتي كانت شغالة مع والدي اللي ارحمه من سنة 1977 يعني والدي خالها من زي ما يقولوا كده من تحت تحت بالزبط يعني الحال ده عمل البراند بس هو اساس البراند ابو حميدة في البستين بخلاف طبعا سويت ستارز مؤطة متجمعة يعني انتو في اساس تاني اسم تاني انتو بدأتو بيه اه اه حلوان ابو حميدة ده في منطقة البستين اه ايه الكاميرا هنا بس عشال الناس تشوفك وتبقى واضح طيب قولي بقى ماما كان دورها ايه او الحاجة كان دورها ايه في الموضوع كانت بتساعده في الشغل اوه كان بتنزي توقف معا تشتغل معا تجيب معا الخميات الكلام ده كله اه لان انا ولدي زمان كان حاصلت له حادثة زمان فطب نقعد في المستشفى فترة اه فولدي تكملت مكانه لحد ما خرج من المستشفى كاكاست بقى مكافحة كانتنا عارفيني الامات كلنا اه بتوقف ازاي في ظهر بيوتها وفي ظهر رجالتها لما يبقى فيه مواقف صعبة طيب قولي اكتر حاجة لحاجة بتعملها اه كانت مميزة فيها او انتو اعتمدتوها بعد كده بنفس الطريقة ايه هي البسبوسة عامة والكنافة البسبوسة طب انت هتعملين ايه النهاردة قولي بقى كده او اكتر حاجة بتتلب معاك وانت شغال كده اكتر حاجة بتتلب معاك ايه في رمضان عامة يعني القطايف طبعا معروفة دي اكتر حاجة هيا قولي نوتلا بقى والواتس طب هتعملين ايه كده هنقفل ايه مع بعض كده على النهار يبدأ نشتغل كده وتقولي بقى اكتر حاجة بتتلب وبتواجهها كده ويقولولك الله احنا بولات المانجا طبعا يعني بولات المانجا اه لا كلام عليها يعني البولات اللي هي بتبقى فيها الكريمة اللي احنا عملناها من كم يوم مع بعض دي اللي بيبقى فيها كريمة وفيها المانجا وفيها الكنافة متحمرة على حسب بقى ممكن تحط في النص موك المانجا هلتتك ممكن تشتغل واحنا بنتكافل اه انت عايز مقص مقص اه مقص سكينة اللي هنلاقيه بقى اللي هنلاقيه متاح صح كده صح كده واضح ان احنا مش هلاقيه الاتنين طيب احنا ممكن ماشي هنجيب دلوقتي حالا وما مش محضين عشان احنا النهاردة مفيش طيب قولي اه لما بتيجي كعمل الحاجات دي ايه الحاجات اللي بتخلص بسرعة في رمضان في ايام رمضان وايه الحاجات اللي بتبقى مستنية معاك الاخر اليوم هليني كان فروع طبعا اللي بقدعي اقدعية ضغطة اكتر اله بسبروصيةressobecof Holmes كنافات آمم مه طبعا في بلح الشيم آآ دا محشي كريمة دا محشي كريمة بحشي بقى محشي بقى لوتاس محشي اليووتلا اممم يعني بنوع في الحشويت اه اكتر حاجة بقى في عليها سحب الكنافة بالمنج الكنافة بالمنجا واللوتاس بقى الكلام ده كله عمام تم في البسبوسات كمان يعني في البسبوسة كمان انتو بتعملوا بقى الرقات اللي هاي بتبقى بسبوسة عليها اه تأورا اه كنافة او كنافة نوتلة دي اصنع رقات كنافة نوتلة حلوة قوي ودي برضو كنافة دي رقات برضو او بتساوي بطريقة معينة ودي استامبه اصنع بشتغل عليها كمان اي او انا فاهمة او يعني انت بتحطها في الاستامبه دي وبتشتغل عليها وبعد كده بتقلبها او ايه بالظبط بتعمله بمعيار معين جوه الفرن ام خفيف جدا حلو تطلعك بقى على الشكل ده دول اصلا رأيين فوق بعض ام محشين من جوه كريمة ومتزبطة من جوه كده زي من دقات الفنش بتاح برضو من بره كده ايوة يعني احنا عاملينها ومسويينها في الفرن مساوي كده رقات او رقات لوحدها او رقات وانت بتطلع بتطبق الرق والكريمة وفي او رق تاني بالظبط وبتبدأ تعملها ذات بقى زي ما حصل افناش ده من عايز اوه يعني بيبقى فيه مناسبات في رمضان وبنبقاش عارفين اه نجيب ترات لان بيبقى مفيش ترات في السوق هو كل الموجود ترات كنافة لا فيه ترات اللي بتطلع لها بس طبعا الناس بتحب تاخد اكتر لها بقيت تبقى فيه تغيير او فيه تنوع حلوة قوي ان احنا نبقى عاملين براند اساسه مامتي وبابايا يعني الاساس الحجة والحجة وانا اتورس ده منهم فابدى اعمل ده حددك بقى مسك الموضوع بقى لك قد ايه يعني تولي الموضوع بقى لك قد ايه انا واخواتي عامتا مش انا الواحدة بس يعني انا واخواتي مسكين يعني بقى لنا فترة بقى لنا مسلا والدي متوفي من خمس سنين ومن قبلها يعني مسلا خلص الجامعة بدأك انزل شغلك او انكم نشتغل عاملشان وقتك او تمام تمام فبتبدلوا مع بعض كل واحد مسك فرع حلوة قوي او بس الاساس طبعا اللي حطوا الوالدة والوالد اه طبعا اه طبعا فانتو حاسين انتو متورسين حاجة حاجة كويسة او يعني مش موضوع مهني بس اكتر ما هو موضوع لتاريخ اصلي مهني حاجة وتاريخ حاجة خريف ان انا اخده مهني دي دي يعني مش عارف انجح فيه او مش عارف اطور فيه صح في الخلف لما كنو اخده اساسا من الاساس بيفرق كتير صح دي حقيقة احنا كده بنحط النوتولة جوه جوه القطايف نفسها القطايف دي متحمرة او او متعسلة كمين ومتعسلة يعني حط الليها الشربات بتاعها وكل حاجة بالزبط كل حاجة على الاكل على طول احنا بنحط الحشوة بتاعتها بس بالزبط ممكن تحطها الحشوة دي بقى فوزدق مثلا ممكن تكليها سادة زمهية كده او 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 ممكن تاخده فرمصي الشوكولاتة امم طيب العجين طبعا العجين القطايف نفسه احنا اللي بنعمله برضه في المكان اه موجود صح كده كل حاجة من اساسها بنعملها في نفس المكان بلزبط حلو جدي طب انتوا الفرع بتاعتكم فين بقى اه لينا فرعين اه فرع في المؤطم في مدان النفورة اممم والتجمع عند جامعة المنعية حلو اوا يعني فرعين كده غير الفرع الغير الفرع في البستين فرعين في البستين فرعين في البستين اللي هو ما الاساس اه اربع فرع حلو اوي حلو اوي احنا هنحط عليها حاجة تاني ولا كده ان هيا اصلا النوتيلة فحددسة تتقيلة تقيلة صح اذا لو قلتت معها مكسارات ان شكرا ان كده اقفلت معانا تلفرون قول قليها دونيا يا دونيا صباح الفل صباح النور الحمد لله صدالي يا حبيبتي معاك بجد أنا دقت من عندهم الحلويات جامدة قوي وطعمها بص هو معروف عندنا في البساتين أبو حمادة والبسكوت والكحكي بتاعهم ما شاء الله عليهم حقيقة أنتم معارفين يناكل بساتين ده أبو حمادة التاريخ يا أستاذة اللي ما منجيبش جري البراند بص حضرتك الجاتو طعمه ما شاء الله عليهم وحاجاتهم ممتازة جدا طب بلحانة يا حبيبتي دي شهادة كبيرة طبعا ليهم بجد وأستاذ علي أستاذ علي معاملته كويسة جدا وأستاذ حمادة أنا تعاملت معهم وأستاذ أحمد والحاجة ما شاء الله عليها يا حبيبتي بموجودة أه طبعا ما شاء الله سامعيتي يا ألب أنا أقول للناس إن هي تروح عندهم حاجاتهم حلوة جدا يا حبيبتي دي شهادة حلوة مني يا رب دايما كده تشتري منه كل سنة وانت طيبة. وحضراتك طيبة. شكرا لاتصالك يا قلبي شكرا لكي. شهادة حلوة دي. نعم بلغة كده. يعني احنا مش مفابريكين مكالمات ولا قليل لحد يتصلوا الكلام ده. بس لا خالص. لحاجات كده اه. حالك يعني البراند عندنا الحمد لله معروف من سنين. الحمد لله. مش من سنة ولا كنين. اه. لان دايما المنتج هو اللي بيشيجيب الزبون لكي او انزل او. بمنتجي. صح. حتى لو غليت شوية مش مشكلة بس دايما معايا بعد كده في المنتج مع العميل او. عشان باخد حاجة خامات كويسة. زلط.